موسيقى السلام عليكم مشاهدين أهلا بكم إلى الموجز الإخباري من قناة الشروق حيا رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح المرهان الشعب السوداني بمناسبة ذكرى انتفاضة أبريل من العام 1985 وموضحا أن البلادات تتقدم بثبات لاستكمال الطريق الذي رسمه الشهداء والثور في العام 2019 وأكد البرهان في كلمة وجهها أمس للشعب السوداني بمناسبة هذه الذكرى المضي قدما نحو تأسيس عهد جديد قوامه الحرية والسلام والعدالة أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن عطلة عيد القيامة المجيد للطوائف الشرقية سوف تبدأ يوم الأحد الموافق السادس عشر من أبريل وتنتهي يوم الثلاثة الموافق الثامن عشر من أبريل على أن يزاول العاملون المعنيون أعمالهم بعدها وفقا للنظم والقواعد التي تنظم أيام وساعات العمل بالدولة علما بأن العطلة لا تشمل الذين استمتعوا بإجازة لأكثر من يوم الثامن من أبريل 2023 استنكرت وزارة الخارجية اقتحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف والاعتداء على المصلين والمعتكفين واعتقال بعضهم في هذا الشهر المعظم ويتدين وزارة الخارجية هذا السلوك الذي يتعرض مع كافة الموافق والقرارات الدولية وتستنكر الاعتداء الآثم وانتهاك حرمة أماكن العبادة ونشدت وزارة الخارجية في بيان لها المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه ويفي بالتزاماته لوقف هذه الاعتداءات الآثمة وإدانة هذا السلوك المشين والتصعيد الخطير الذي يقوض أي جهد للسلام وصولا لحل عادل للقضية الفلسطينية نظمت وزارة الصحة الاتحادية ممثلة في وكالة القومية لرعاية الطارئة والإسعاد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورشتي التعامل مع الإصابات الجماعية وأساسية الرعاية الطارئة والتي امتدت لأربعة أيام من الأول من أبريل إلى الرابع منهم بمركز عبد الحميد إبراهيم بالإمدادات الطبية واستهدفت الورش مستشفيات شملت أمدرمان، جبل أولياء، بحري، الرباط التعليمي وأكد وزير الصحة الاتحادية المكلف هيثم محمد إبراهيم أهمية الشراكة الذكية بين جميع مقدم الخدمة وقال إن الورش امتداد لتدخلات أخرى لتجهيز المستشفيات للتعامل مع الإصابات الجماعية والجهزية لاستقبال الحالة الطارئة خاطب والي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة أمس بوزارة الخارجية الاتماع الأول للجنة التحضيرية العليا لمعرض ومؤتمر اللحوم السودانية الذي سينعقد في أكتوبر المقبل وأكد الوالي أن تنظيم المعرض يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح وذلك للعائد الكبير الذي يمكن أن تحقيقه صادرة الثروة الحيوانية مشيرا إلى الجهود الكبيرة للقطاع الخاص في إنشاء المسالخ والتي تساهم في زيادة إنتاج اللحوم داعيا إلى شراكة حقيقية ومتميزة مع القطاع الخاص تلتزم بالمعايير والاشتراطات الصحية العالمية التي تحقق للحوم السوداني الرواجة في السوق العالمي نهاية المجهز مشاهدين للمزيد من المعلومات والأخبار يمكنكم أن تزوروا موقعنا على الشروق دوت نت في أمل الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر